قلوب بين أطلاع البرايا وتكمن خلفها كل الحكايا فمن قلب كمثل الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معدلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرد مثل الصراج والمشكات ما بين الحنايا هو المشكات ما بين الحنايا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين ذكرت في اللقاء الماضي وأنا أتحدث عن أمراض الشهوات كمرض خطير من أمراض القلوب أن عواقب الاستجابة الكاملة للشهوات خسران وشقاء في الدنيا والآخرة وقلت المؤمن يوظف الشهوة التوظيف الشرعي الصحيح فالطعام شهوة والحرص على الذرية شهوة وكذلك كل ما جبلت عليه النفس فإن وظفها توظيفا شرعيا صحيحا منضبطا بالقرآن والسنة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإن استسلم للشهوات المسترذلة المحرمة واستجاب لها ووظف في معصية الله جل وعلا فهو الخسران الشقي في الدنيا والآخرة من أعظم ثمرات التغلب على الشهوة سلامة القلب سلامة القلب يقينا إن انتصرت على الشهوات ثم بعد ذلك على الشبهات فهذا دليل قاطع على سلامة قلبك بفضل رب الأرض والسماوات تعلو نفسك تنجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة وإذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله في ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الأجر والفضل العظيم لامتثالهم للأمر واجتنابهم للنهي والهوى ومخالفتهم للشهوة فالإمام العادل الذي هو أول السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ما تمكن من الوصول إلى هذا المقام وإلى هذه المرتبة إلا بمخالفته لطبعه ولنفسه ولشهواته ولهواه والشاب الذي نشأ في عبادة الله والذي آثر وفضل عبادة الله على دواع رغباته وشهواته وميوله والله الذي لا إله غيره لا يستطيع ذلك إلا بعد فضل الله ابتداء وتوفيق الله أولا وانتهاء ثم بمخالفته لشهوات نفسه بمخالفته لهواه وكذلك الرجل الذي علق قلبه بالمساجد إنما حمله ذلك على ذلك أو إنما حمله على ذلك أنه استطاع أن يخالف هواه وأن يتغلب على شهواته فكلما خرج من بيت الله وعاد إلى عمله أو إلى أهله تجدد الشوق في قلبه إلى بيت الله مرة أخرى فهو كاره لأماكن الشهوات كاره لأماكن اللذات المحرمة وكذلك المتصدق الذي يخفي صدقته بحيث لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لولا أنه قهر شهوته وانتصر على هواه ما استطاع ذلك أما ذلك الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي امرأة جميلة شريفة لكنه انتصر انتصارا رهيبا على شهوته التي جبل عليها وفطر عليها وانتصر على هواه وقال إني أخاف الله رب العالمين رجل دعتهم مرأة ذات منصب وجمال ذات منصب ذات مكانه ووجاهه وذات جمال ليفعل بها الفاحشة ولكنه قال إني أخاف الله أي عظمة هذه أي عفة تلك ورب الكعبة ما استطاع أن يصل إلى هذا المقام وتلك المنزلة إلا بانتصاره على الشهوة إلا بانتصاره على هواه ومن جميل ما قال أبو سليمان الداراني من ترك لله شهوة من قلبه فالله أكرم أن يعذب بها قلبه من ترك لله شهوة من قلبه فالله أكرم أن يعذب بها قلبه بدون تقدر تركت الشهوة لله فق تماما أنك ستجد لذة وحلاوة وأنسا وطمأنينة وسعادة ورضا ورب الكعبة لن تجد ألما في قلبك ولن تجد عذابا في قلبك لن يعذب الله قلبك بهذه الشهوة التي تركتها من أجل مرضاته سبحانه وتعالى ستسعد بكمال الإيمان ستسعد بلذة الأنس بالله والشوق إليه فهذه المعاني لا تحصل إلا في القلب الذي ذاق معرفة الله وذاق الإيمان بالله ولا يمكن أبدا أن يتذوق هذه المعاني وقلبه غارق في بحر الشهوات ساقط في شباك الشهوات ألم تقرأوا معي مرارا قول ربنا جل وعلا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقد يسأل كثير من أولادي وأبناء الآن السؤال الخطير والمهم جدا كيف نتغلب على الشهوة أيها الشيخ وأنت تعلم أننا نعيش زمان الفتن وقد ذكرت ذلك مرارا وتكرارا الشهوات حولنا كثيرة بل صار كل ابن من أبنائنا يحمل بين يديه ألوانا 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 من الشهوات والشبهات ملايين المواقع الإباحية ملايين المواقع الإباحية ملايين المشاهد التي تحول الولي التقي إلى فاجر شقي إن لم تتدارك رحمة الرب العلي كيف أتغلب على الشهوة أولا يا ولدي انكسر بين أدي ربك تبرأ من نفسك تبرأ من حولك وطولك وقوتك وعلمك وفهمك ومددك ورب الكعبة أنا لا شيء وأنت لا شيء إلا بتوفيق الله وعصبته لنا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركنوا إليهم شيئا قليلا فإن لم يثبتنا الله وإن لم يعصبنا الله ستضعف أمام أحقر شهوة انتبه وإن لم تدرك رحمة الله وتوفيق الله وعصمة الله وثبات الله ستضعف أمام أحقر شهوة فعليك أن تصدق في اللجأ إليه وأن تنكسر بين يديه وأن تطلب منه أن يعصمك وأن تطلب منه التوفيق والثبات على الحق حتى تلقاه ثم قطعوا أسباب الشهوة وأخطرها شهوة النساء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وحديث المسعود العلاج والدواء بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء أي وقاية فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الدواء الشافي الناجع الذي وعضى لهذا الأمر ألا هو الزواج ثم نقلهم عند العجز عن الزواج إلى البديل ألا هو الصوم فالصوم يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاريها فالشهوة لا جدال ولا نزاع أنها تقوى وتفترص صاحبها إذا استسلم لها بكثرة الطعام والشراب وبالبحث عن أنواعه وكيفيته فالزواج أعظم دواء لشهوة النساء فإن لم يستطع الإنسان الزواج فعليه أن يحافظ على الصيام فالصيام يكسر حدة الشهوة كما قال الصادق المصدوق الذي لا نطق عن الهوى وشتان شتان بين من يصوم لله 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 جل جلاله فيقويه الله تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة وينصره على كل الشهوات وبين من يصوم من أجل الانتصار على الشهوة شتان شتان بين هذا وذاك صم لله واجعل العبادة خالصة لله وسينصرك الله بهذه العبادة على كل شهوة ثم غض البصر فالنظر الحرام يحرك الشهوات الهاجعة والغرائز الكامنة لا تستهن بالنظر ولا تطلق بصرك إلى الحرام للغادية والرائحة بلا خجل من ربك ولا حياء غض البصر فالنظر المحرم يحرك الشهوة النظر المحرم يهيج القلب ويحرك الشهوات في القلب بل وربما إذا أطلق الرجل أو الشاب بصره بالنظر المحرم إلى فتاة أو إلى امرأة خرجت لا تتق الله في نفسها ولا في ملابسها وثيابها إذا أطلق الشاب بصره ربما لا يستطيع أن يصفر ربما أوقعه ذلك في معصية من المعاصي فالشهوة المحرمة المسترذلة إما أن توجب سخط الله وغضب الله وإما أن توجب ألما وعقوبة وإما أن تقطع لذة أكمل منها وإما أن تجرح عرضك وإما أن تذهب مالك وإما أن تضيع قدرك ومكانتك وجاهك ووجاهتك وإما أن تسلبك نعمة من أعظم النعم وإما أن تنسيك علما وإما أن تحرمك رزقا وإما أن تجلب إلى قلبك همّا وغمّا وحزنا وخوفا فالشهوات خطيرة ومن أعظم وسائل التغلب على الشهوة بعدما ذكرت أن تتعبد إلى الله جل وعلا بأسماء الجلال وصفات الكمال فإجلال الله تبارك وتعالى والعيش مع أسمائه كالسميع والبصير والرقيب يجعلك في خجل منه إن أردت أن تقدم على شهوة محرمة مسترذلة إن تعبدت لله بأسماء الجلال السميع يسمعك البصير يراك العليم يعلم سرك ونجواك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب فكن معه سبحانه وتعالى فإن تعبدت له بأسماء جلاله وصفات كماله راقبته واستحييت منه إذا ما قال لي يوما أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني تعبد إلى الله بأسماء الجلال وصفات الكمال ثم من عرف الله أحبه ومن وقف مع أسماء جلاله وصفات كماله أحبه ومن أحبه استحيى أن يعصيه فإن المحب لمن أحب مطيعه وإن أفضل الطاعة طاعة المحبين وإن أفضل الترك طرك المحبين فبين طرك المحب وطاعة وطرك من يخاف العذاب بون شاسع بون شاسع ومن عرف أسماء الجلال ومن عرف صفات الكمال شهد نعم الله وإحسانه وعلم أن الكريم الذي تفضل عليه بكل هذه النعم التي تغرق من رأسه إلى قدمه لا ينبغي أن يقابل بالمعصية ولا ينبغي أن يقابل بالإساءة وإنما يفعل هذا ألأم الخلق وأجحد الخلق فيمنعه مشهد إحسان الله له من التجرع عليه بانتهاك حرماته والمعصية في الخلوة والجلوة ثم من وقف مع أسماء الجلال وصفات الكمال ووقف مع أسماء الأخذ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم حينئذ يستشعر غضبه جل جلاله ويستشعر انتقامه سبحانه وتعالى وبأنه يعرض نفسه لغضبه ومن يقدر على غضب الملك من يقدر على غضب الملك ورب الكعبة إذا غضب جل جلاله لم يقم لغضبه شيء فكيف تقدر على غضب الملك أيها العبد الضعيف أيها الابن الضعيف ثم تدبر القرآن ويعيش مع القرآن فالقرآن شفاء لمرض الشهوات ورب الكعبة أعظم دواء لمرض الشهوات بما فيه من الحكمة والمواعظ الحسنة البليغة من ترغيب وترهيب وتزهيد في الدنيا ثم الدعاء والانكسار بين يدي العزيز الغفار فعلى العبد يا إخواني ويا أخواتي أن يتعرض في لحظات الإجابة إلى من بيده القلوب لعله أن يصادف نفحة رحمانية وساعة من الساعات الربانية التي لا يسأل فيها رب البرية شيئا إلا أعطاه أكتفي بهذا القدر الليلة وأكمل غدا إن شاء الله وأسأل الله جل علاه أن ينير قلوبنا بنور الإيمان والإحسان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب أجرة مثل السراج هو المشكات ما بين الحنايا هو المشكات ما بين الحنايا وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجايا فثبت يا إله العرش قلبا منيبا يحتمي بك في حشايا